السلام عليكم هاد الفيديو خاص بالناس صاحب الليبغ يعني اللي ما توفقوش باش ياخدو ديبلوم ديالهم في العامين واضطروا انهم يعني يدعاودو يدخلو كاستاجير حر باش يدوزو هاد المسيحة ان شاء الله في الخديل هاد العام وياخدو ديبلوم ديالهم ديال ديفلوبر ونانفرماتيك اول حاجة بالنسبة للمعلومات الادارية حاولوا ما امكان انكم تمشو الادارة تاخدوها اللي هي امتا خصني ندفع شنه هما اللي خصني نجيب هاد الشي ما تبقوش تسولو عيون في ليغوب هكا وحتى انا ما عنديش معلومات دقيقة باش ما تحملش المسئولية حاولوا تمشو الانتيك اللي بغيتو دوزو فيها هادك اللي يعني غادي تسجلو فيها وصولو على امتا الوقت ديال تسجيل واشنه هما اللي بيس اللي غاي خصكم نجيبه دابح احنا الفيديو خاص او للنصائح ديالي بخصوص كيفاش غادي نقدر انا نستعد ان شاء الله هاد الان باش اوخا انا غادي اوز حر غادي يكون عندي الفرصة تعال نحصل على نقطة مزيانة حتى انا انا دوزت تجارب ديال متدربين ومتدربات اللي حصلوا في اللي بغ على نقطة مزيانة وكانوا كيخدموا بوحد طريقة صحيحة ودوزنا نماديج ديال ناس وحدين اخرين اللي تسجلو في الليبه ولكن ما استغلوش هاد الفرصة ومنشحوش علاش لانهم شغلو راسهم بحويج وحدين اخرين وفي نفس الوقت مركزوش على الامتيحان دونك انا هنا غادي نحاول نعطيكم النصائح ديالي والطريقة اللي كتبالية غادي تكون طريقة بتوصلكم عندك شي اللي كتمنى ولي هو النجاح وايضا حصول على نقطة مزيانة انتوما فاش غادي تدوزوا ليبغ خسكم تعرفو انكم غادي تدوزوا لكضامة دفا انتفورماسيو بحالكم بحال ترالي اللي كيقرعو دبف دوز يماني عادي يعني مكيش شي حاجة زيدة غادي تجي تدوز معاه نفس الامتيحان تقدر انتا تكون فلاصة ديال الامتيحان بوحدك ليبغوا معك الناس الاخرين في نفس الابغونش ولكن هما كيقرعو العام ثاني عادي ودوزوا انتيحان فانتا بالفرصة اللي عندك هي هاداك الاوف اف هو اللي غادي تدوز ما عندكش ليزوا فام ما عندكش شي كورة تخصك تحضر ليهم وتجي مع تمانية وتوشي مع الوحدة وما عندكش دوره فتاعة تلبس بلوز تيك وشوروت وهاد شي يعني انت عندك تقرأ على خاطرك وتركز ما تكلفش مع الدنيا وتعرف بانه نهار الاوف اف غادي تخلص على هاد الخدمة الكاملة اللي غديرها على طول العام فانا اول حاجة كننصحك بيها هي انك تخدم على طول العام كيفاش تخدم على طول العام انا هنا ورسكم هاد السلسي لهدي سميت الاستعداد الامتحان بغيتكم تدخلو لها هكينا في قرائتي في كليك غادي تدخلو لها غادي تلقاوا بان فيها فقط من يدي الفيديو بواس فيها الاستعداد او الخطة اللي كنت صدرت بالنسبة لناس اللي كانوا بغاو يراجعو حتى الاخر نحضة وانا خرجت بهال الخطة الاستعجالية يعني فيها الاشياء الضرورية اني ممكنش تجي تقول لي باقي نخدم الامتحان وانا ما كان عرفش لها فانا حاولت رتبتها من واحد حتى السبعة حتى الستة وكينا كيفاش نجيب نقطة مزيانة وكينا اول فيديو ديال نخطع او لا كيفاش يجيني المتحان سعيد فانتوما تسمطو لهم بثمانية فهاد الخطاط الاولى هالخطاطات غادي تلقاوا كل فيديو كيدويلك على موديول من المواد الاساسية اللي انتدابه كواحد الشخص غادي دوز حر ضروري تركز معاه وتفهمو بكل وسيلة بانتليك متاحة غادي تلقى هنالخطاطة مصغرة ديال الاشياء اللي خستك تعرف يعني بحالة نقوله هتلقى البلال ديال هاداك الموديول على الاقل تلقى العناوين ديال الاشياء اللي خستك تعرفها كنتي عارفها كامسان راه دوز عامين ديال وفتكون المهاني فاهمها عاود مرة اخرى جرب راسك وغنعطيكو الطريقة باش تجرب راسك ما كنتيش عارفها حاس ان عندك نقص هاد الاشياء فانتا غادي تبدأ وتجرب راسك ولكن من ايطاب الاولى إلا كنتي انتايا عندك مشاكل في هاد الشي فانا كننصحك ترجع للكور الدرس تقدر تستاغل كريتيف كليك باش تفهم وكذلك قبل ما تصنعك الفيديوهات اللي كانين في كريتيف كليك بخصوص دوك الكور اللي بغتي تخدم عليه خود خلو سيت ديالنا كريتيف كليك بوان كوم وخود هادا الكور انا راح اعطى لكم الكورات كانين بزاف ديالي كور اللي حاطيها هم ليكم الكور ديالي فانتا كتشوف هادا الكور كتحاول تقراه جزء بجزء غا تلقى الشرح ديالو هنا في القناة انتا كتمشي مشوية لك يعني غدير واحد الخطة عندك دابا عام غتخدم عادي ما مسترسي ما والو ما تخليش تال شهر ستا وتجمعه الطوي خاصك تخدم مشوية لك دونك غادي تاخد هاد واحد الخطة تفكر فيها مع راس دير ورقة ومستيله ودير واحد الخطة وقول باناني مثلا غنقسم هاد الموندولات عندي دابا بقي نص وشهر 10 كان عندي خمستاشر يوم شهر 10 وشهر 11 وشهر 12 ولي بدأ مثلا نقول انا من هنا اللاثان دي شهر 12 خاصني شناول هادف تيالي نكون مثلا سالية لباس دوني ونكون سالية لادو هادي باش تكون بحالك بحال الدراري اللي كيقراه عادي عالاقل كون مثلا ختمشي لهالشي فمن اللي غتحدد الهدف الرئيسي غتبدأ تقسم غتقول دا بقا انا غاني بدب لباس دوني عدم تبع لادو ولا غادي نمشي بباس دوني وفلادو ومشي بيهم بجوج من اللي تعزل تانية غادي تبدأ تقول اني غنخدم ايدان كل السمانة خاصني الفهم شاب كيدر عن سلا اللي باسطوني فيه ثلاثة ديالي جراند بارتي فيه موريز والاسكين وموريز والاسكين فقا تقول انا موريز غادي نخدموه في هاد السمانة خاصني نضبطوه كا كور غا نمشي نصغر عقلي ونصر نطليه ونخدم تعمارين ديولو هدا باش غينفعكم الدرس اللي تريشارجيتي وهلا لقيتوش يتمرين ووقفو خدموه ما لقيتوش قلبوه في وسائل اخرى ماشي بالضروري غير فقراتي فكليك اخوضوا التيف بيلي كانوا عندكم العمليفات خوضوا الامتيحانات ولكن متدابة في المرحلة ديال انك يلا كتقرى الكور كتفهموه حاول ديرو ملخصات ديالكم ملخصات صغيرة اللي باش تبغيوا تراجعون في الخط تلقوها موجودة كاينة من اللي تنسى لي واحد الجزء في الكور انا متنقاش ننزل عليه كاملتا لا من اللي نسى لي واحد الجزء معين ضروري نخدم الى تمارين ومن بعد نخدم على امتيحانات انا راحطني مجموعة ديال كونترول مجموعة ديال زو افام مجموعة ديال زو افف انتا غا تمشي بشوي بشوي ضروري خدم مشي ميتال ديال كونترول ومن بعد عاد فاش تسالي الموديول ديالك باش تجرب راسك خدموه على زو افام شوف واحد لزو افام كاين عندك وخدم علي غا تلقى الشرح دياله كاين هنا في الفيديوهات هاكدا غادي يعني بحلة تتقري راسك انتاق بوحدك ولكن غادي بستيل ديال القرارين ديال المدراسة غير المدراسة كنفرضو عليك خمسات سوء وغا تجي تسنطو هادا انتا دابي لركز تقدر تقرى في وقتين اقل دير مثلا ساعتين في النهار ولكن لمشي دياله طول العام رغا تقدك وتفوتك ما غاديش تطر تقرى كتر منها المهم هاكدا كتمشي على طول العام خاصك تمشي بانك تبت الدرس وتصوب ليه ملخصات من بعد تصوب تمارين لتيبي تاخد شي تيبيات وتصوب ليهم تمارين وتصحح تصوب امثلة ديالي كنترول وتصوب الامثلة ديالي زوفان عاد هاكدا غاديمشي على جميع المواد يعني هاكدا الخدمة غديرها على المواد كلها انا دابة هنيا هاد البلايليست غادي تساعدكم على انكم تعرفوا الخطاطة تاع الاشياء اللي ساوبتي هادير عليها علامة رادزت مزيان من اللي تنسالي وهاكدا تنحسو هاد شي غا يمشي معنا لطول العام غا نحسو واحد الوقت اننا ولينا كنعرفو ووهي اخطراتيكوا وقص انك تبراتيكو sanding غا stomach براتيكو ان شاء الله بتعرف هاديك ديبلوم ونساعدك من بعد كلك لقع خدمة ماشي غايتشده حاول انك تبراتيكي فلا مشتوقي حاول عليكتصب multiplریب ديالي لازو بشوي عليكتتصوب participating وحتاج إلي بشوي بشوي هايت انت بديا sand تساع ما ما زربانش ماشيcribing غا يعمل تقشح على كشة available المهم إذا وجدت راسك وصلت لشهر واحد أجوج ستكون بديتك تضرب في هذا الشيء الكورات مزيان وامتحانات وهذا أعطى راسك فرصة أنك تخدم بروجي حاول تدير شي بروجي بحال هكذا فلادو باش تبت المعلومة اختار عن تايا ولا تدير شي بروجي كلاسيكي فكلاسيكي ديال لي كان مثل جسيان ديال ليس أمبليه فيها أجوتي عن أمبويه مودي فيها لزافورماسيو ديالوا سيبريميه دير ليبوتون النافيغازين دير واحد المنو دير كتدوز من باج لباج دير كريستال فكاده دك شي الأساسي ولكن راسك جامع يعني البروجي كامل دو آ آ زد تل ستاق ديالوا هاد شي تتكون تبت تلكورات وتصاب تي تامارين صاب تي لزفن اعت الراسك كذلك نتمنى انك تعطي راسق فرصة في جافاسكريبت تخدم التمارين انا هنا ستلقى عندي ثلاثة في جافاسكريبت وخامة حتى تشليكم الكوغ ولكن منظمة ثلاثين من نيفو دي بيتو ونحن سنطلعه واحد شوي يعني في جافاسكريبت ستلقى وقعدك شي يحتاجون الامتيحان اكسا ما اللي اعطيها وقتها بش تلخصها تقدر تراجعها حتى من بعد الى كتنسى عليك ولكن هي بسيطة تقدر تخلى هي الاخرى اللي كنتي ما ستعقلش الموبايل تهو كيضيعو فيه الناس نقاط الوغك الامتيحانات لحد الساعة دكش اللي كيتحط كيتحطو اسئيلة بسيطة جدا يعني دخلو البلايليست ديالو بدو تتقرأو فيه وخاتا غير دكش اللوول را امتيحانات ما كيفوتوش دكش اللوول الى الان جميع الامتيحانات اللي تحطو في الجزء ديال موبايل سهل لابا او او لعندكم فيها شي مشكلة صغروا عقلكم رجعوا ليها غير الاب او او ماشي الاب او غير الاب او او يعني دكش اللوول تعا كلاس وابجي وشنا يانكابسولاسون وشنا هو بوليموغفز مشنا هو غيتاج كيفاش هادك الكولكسون خدو نوع من الكولكسون تعلمونيه مهم اشياء اساسية خاصكم تعرفوها او يعني النصيحة اللي كان ناكد عليها في هالفيديو هي يعطيو الراسكم فرصة ديال توجاد وان شاء الله ما غديش تخيبو ديرو ساعتين في النهار وصيرو بها بحال اكتر من اللي تلقا كان عندك واحد ضرف قاهر ما خدمتيش في النهار ديالك عرف راسك راكيت تالك حاولوا انكم تخدموا بوحدكم وخمكين عليكم تراقيب رقيب هو الله سبحانه وتعالى زائد النتيجة غتكون في الخلد العام والرقيب على راسك هو راسك انت غتشوف راسك واش فعلا ناولو عليك تعول على راسك او للا إلا مشيتو بهاد الخطوات ما غيكومش عندكم مشكل فلو افف الاكزامة دفاند فوق ما السوق الناس اللي كيوجدو ليه سواء كانوا احرار او الناس اللي كيقرؤوا في الدوز يماني ميلقوا في حتى مشكل إلا كانوا في اهمين دروسهم مزيان وكانوا كيصوبو التابيات و الامتحانات المهم اخر حاجة قبل ما يوصل الامتحان وكان دروري تصوبوو الامتلة ذي اللي زو افف هادو كليزاي زامال幾دازو الاعوان سوبوهم تاية هديك الساعة غنقولك خدمهم بورقة والستيلو وشوف التصحيح راعة الله فنعاطينكم التصحيح تهنايا فقتي خليك غتلقوا مجموعة دي الاقتراحات دي المتحانات هاد المتحانات الخلاصة هي انه اللي بدى بكري غادي يقدر يكون عنده الامل انه ينجح ويجيب مزيان وكما قد لكم انا شفت ناس اللي يتبرق الله لهم واخا عندهم الفرصة دياللي يبغ وعندهم الوقت في ان يروح ويجه اخرى فحياتهم هما بغوا يستغلوا هديك الفرصة وياخدوها الديبلوم بنقطة اللي تمنوها والله سبحانه وتعالى ما كيخيب حتى واحد بدل المجهود